تطلق الحكومة اليوم المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك في احتفالية كبرى بمنطقة المنصة في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة تتضمن مبادرات بداية جديدة لبناء الإنسان عدة محاول رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وتطوير اقتصاد تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي كما تركز على تحسين النظام الصحي وتوفير تعليم أفضل وتأمين فرص العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل حرص القيادة السياسية على احداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا تأتي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري بهدف الاستثمار في رأس المال البشرية من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية المبادرة تضمنت عدة محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان وتطوير اقتصاد تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي كما تركز على تحسين النظام الصحي وتوفير تعليم أفضل وتأمين فرص العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية ويتم ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزرات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة واستفادة ورضى كافة المواطنين أما أهداف المبادرة فتولي أهمية لتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع المدني وكذلك تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية المبادرة تولي أيضا أهمية لتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطنة مباشرة وتعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية وكذلك تعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات تحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشرية هما سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون أحداث تنمية بشرية حقيقية على مختلف المحاور والاتجاهات